متابعي قناة انفو تيك فور يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وفيديو جديد ان شاء الله على القناة والفيديو ده عايزاكم تركزوا معي جدا من بداية الفيديو لانه فعلا ان شاء الله بإذن الله يعني ممكن تحصدوا منه فائدة وتستخدموه بشكل جيد زي ما هنشرح النهاردة بإذن الله تعالى النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جوجل كلاود وجوجل كلاود هي منصة من اسمها كده منصة جوجل السحابية هذه المنصة تقدر ان انت تعمل اكاونت عليها واول ما بتعمل اكاونت عليها بتديك 300 دولار فور فري كريدتس تقدر تستخدمهم في خلال 90 يوم تاني 300 دولار كريدتس بتستخدمهم في خلال 90 يوم لان 90 يوم لو عدوا انت راح منك 300 كريدتس او 300 دولار كريدتس الموجودين داخل الاكاونت بتاعك داخل جوجل كلاود فلو عدى التسعين يوم ما تقولش بقى لا يعني انا لسه عندي لا خلاص التسعين يوم من اول يوم هتسجل فيه اكاونت هيعد عليك تسعين يوم فاخد بالك جدا من نقطة دي وهرجع تاني اقول خد بالك جدا من نقطة دي مش تسجل النهاردة وتقول حاب استخدم وتنسى الاكاونت بتاعك ويعدي التسعين يوم وتيجي تستخدم جوجل كلاود في اي خدمة سواء انشاء فيديو او انشاء صوت او اي بي اي او تستخدمه باي شكل وترجع تقول انا اتسحب من الكريدت لا هو بيعد عليك مش بيسيب لك كده 300 كريدتس او دولار لوحدهم لا هو بيعد عليك من اول يوم اذا كنت انت بتستخدمه ولا لا عدت تسعين يوم خلاص وبيبتدي يسحب من الرصيد بتاعك وده حصل معي بالفعل عملت اكاونت على جوجل كلاود من فترة وكنت ناسي خالص ان انا عاملة حساب من فترة وعدت تسعين يوم واستخدمته وبالفعل سحب مني فلوس معنى كده ان التلتميت دولار كريدتس دول انا ما استخدمتهمش معنى كده ان الموضوع ده مش حقيقي لا لقيت ان انا عديت تسعين يوم فكانت نقطة مهمة جدا للتركيز عليها والتلتميت دولار كريدتس دول هتقدر تستفيد بيهم في استخدام منتجات جوجل كلاود وانا كان الهدف لما عملت اكاونت على جوجل كلاود ان انا اجرب واستخدم منصة Vertex AI وهنشوف الVertex AI بلاتفورم فيها جزئية الجزئية دي مهمة للي سألوني في الفيديو اللي فات وانا بشرح الوجهة الجديدة لجوجل AI ستوديو احنا منظاهر عندنا انشاء فيديو باستخدام نموذج VO2 اللي هو ايضا نموذج من نمازج جوجل اللي بتستخدم في انتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي وايضا في بعض النمازج الاخرى اللي انا حابة ان اطلعكم عليها داخل Vertex AI هنشوف دلوقتي مع بعض بعد ما بتعمل اكاونت على جوجل كلاود عادي انت هتخش تكتب جوجل كلاود على جوجل وانا حط لك الرابط في الوصفة اسفل فيديو تبتدي تسجل فيه حيطلب منك طبعا عشان اكون معاك واضحة وصريحة في البداية حيطلب منك ان انت هتدخل بيانات الفيزا بتاعتك مش هيسمح لك ان انت تخش تجرب كده الا لما تدخل البيانات طبعا دي نوع من انواع الجدية خصوصا لو انت هتجرب في الاول هو مش هيديها لك من غير ما تدخل البيزا فبالتالي هنا انت يعني يفضل يكون معاك الكريدز مش شرط يكون فيها مبلغ كبير طبعا حط يعني لو هي مبلغ صغير استخدمه بمبلغ صغير جوه البيزا ورائب استهلاكك وده مهم جدا انت ترائب استهلاكك لان انت ممكن عايز تجرب فقط كبرو دكت زي ما قلتلك يعني تستخدمه كنو من انواع التجربة ما ترجع لوش مرة تانية فهنا يفضل ان انت تبقى واخد بالك جدا من موضوع مرأبة الاستخدام ويفضل ان انت ما تبقاش حاطة مبلغ كبير ويفضل ايضا ان انت زي ما قلتلك تستخدم التلتميت دولار كريدز بشكل متأني وزيال تسعين يوم يعني انت بمجرد ما سجلت وابتديت ان انت تستخدم ممكن بعد تسعين يوم خلاص هيبتدي ان هو يسحب من الكريدز بتاعك فعشان كده اخد بالك من الجزئية دي بنبه عليها كده في الاول علشان اكون واضحة معكم وصريحة من البداية واللي يقدر يستفيد منها يستفيد واللي شايف ان لا ما يناسبوش فطبعا له مطلق الحرية انا بشرح لك فقط نقط معينة حابة ان انا النهاردة اوضحها من خلال Vertex AI Studio بعد ما هتسجل على جوجل كلاود وتخش على Vertex AI Studio من خلال البرودكس يعني انت لو رحت هنا للبرودكس هتلاقي كل منتجات جوجل اللي هجرب فيه Vertex AI Studio فيه Vertex AI Studio وفيه حاجة اسمها الاجنت بيلدر اللي احنا هنركز عليه النهاردة اللي هو Vertex AI Studio وحبه برضه حطيلك الرابط الموجود في الوصف الخاص بالPricing الPricing الاستهلاك يعني انت حتى الثلتمائة دولار الفري دول هتبتدي ان انت تستهلكهم فتبقى انت عارف استهلاكه حيكون عامل ازاي بالنسبة للإمج ديتا الترينينج مثلا الناس اللي ممكن تستخدمه في عملية الترينينج الفيديو ديتا التكست ديتا الحاجات دي كلها لها استهلاك في الساعة احنا هنا هنروح نضغط على Pricing for Generative AI on Vertex AI علشان نبص على الايضا الاستهلاك الخاص بالGemini 2.0 الAPI التوكنز API وننزل تحت كمان عشان نشوف الاستهلاك الخاص باللي احنا هنتكلم عنه النهاردة نموذج Imagine 3 لانتاج الصور من جوجل Imagine 3 Fast وايضا Imagine 2 اعتقد Imagine 2 ما بقاش موجود دلوقتي لما جيت اجرب وايضا ننسل تحت نموذج VO2 Video Generation اللي بعتبره نموذج غالي جدا هو الكواليتي بتاعته عالية جدا بس نموذج غالي يعني عشان كده لما الناس كانت بتكلمني جوجل i studio limited محدود لما كنت بشرحه على كل يوم موقع جديد يعني كنت بقولهم اصلا هو second بيكلف 0.5 فكون ان انت عندك فيديو resolution بتاعه 720 بيكسل وايضا تقدر تنتج لحد اربع فيديوهات من جوجل i studio دي حاجة كويسة جدا بشكل عام هنا احنا هنلاقي ان فيه استهلاك لكل نموذج بنستخدمه فلازم نكون واخدين بنا عشان ما ترحش تنشي 100 فيديو او 200 فيديو لاحظ ان اقل فيديو بيكون 5 ثواني وتلاقي نفسك استهلكت كمان من الرصيد بتاعك اللي هو في الفيزا فاخد بالك من النقطة دي جدا 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 عمل انبه عليها عشان ما تجيش بعدك احد يقول انتي ما قلتيش او احنا حطينا الفيزا وتم سحب مبلغ بكون معك وقعية من البداية فاخد بالك من هذه الجزئية مرة 3 و 4 و 5 برضو تحسبا لازم تكون مرائب الاستخدام بتاعك هذه المنصة بتاعتنا اللي احنا عايزين نبص عليها واللي عايزين نجرب من خلالها ونشوف كمان الحاجات التانية اللي غير موجودة جواها وهي ال هرجع بقى مرة تانية كده وانتقل على طول وحنزل تحت هنا في الجزء ده على الميديا ستوديو تضغط على الميديا ستوديو حيدخلك على الميديا ستوديو هروح بس اغير لدارك ستنج لان انا مش بعرف اشتغل مع اللايت ستنج نرجع للميديا ستوديو مرة تانية احنا عندنا اميج وعندنا اوديو وعندنا ميوزيك وعندنا فيديو لو رحنا على الاميج كده انتقلنا الى الاميج حينقني هنا على انتاج الصورة بالذكاء الاصطناعي وحيظهر معيك بارة هو حتقدر ان انت تتنقل هنا vertical bar كده بار رأسي كده دي صورة ده التكست انا بضغط عليها وعلى شانين اني على الفويس وهنا الميوزيك وده مش موضوعنا اطلاقا وبعد كده الفيديو هنا بالنسبة للصورة انت هتستخدم model وعشان كده انا قلتلك ان imagine 2 مش باين عندي هنا في عندك imagine 3 وعندك imagine 3 fast وصراحة imagine 3 او imagine 3 fast ده الافضل لافضل نموذج من جوجل لانتاج الصور بالذكاء الاصطناعي فتقدر هنا ان انت تحط الامر وتنشئ الصورة واخد بالك هنا number of results اربعة مثلا فممكن تقللوا لاثنين لو انت عايز يعني تبقى مركز قوي مع استهلاكك فاخد بالك من هذه الجزئية وعندك ال aspect ratio واحد لواحد دوس على 16 و16 لتسعة و3 ل4 و4 ل3 هنا ممكن نجرب مع بعض كده مثال هحط الامر ده text prompt كده نجرب به وهنا اتنين number of results اتنين وهنا فيه امكانية ان انت تاد reference ممكن تاد هنا add reference بص ممكن تديف كام reference هنا بيقولك create references with your own images of product لو عندك منتج لو عندك يعني person او animal او style ممكن تستخدم ده ك reference ينفع جدا الناس اللي بتعمل اعلانات لمنتجات موضوع ده حينفعها بشكل كبير جدا في عندك advanced options لو انت allow people and faces يبقى فيه يعني وش للاشخاص او الوجوه و excluding children وده افضل طبعا حبتدي ان انا سيب advanced options زي ما هي وابتدي ان انا اختار imagine 3 بفضل imagine 3 اكتر من imagine 3 fast عشان يهتم بالdetails حتى هو التاني اسمه fast سريع يعني فحسيب imagine 3 وحبتدي ادوس enter هو انتج لي صورتين زي ما انتو شايفين الصور حقيقية حقيقية جدا يعني يعني كل الوصف اللي انا طلبته امان انه في منتصف الثلاثينات قاعد على بحر اسكندرية تمام لابس يعني وكمان هنا بصوا يعني يعني كده فرحان ومبسوط وسعيد بصوا التفاصيل بتاعة الصورة قد ايه رائعة في الاكسبورت تقدر تسيف الامج تو لوكل درايف واعمل سيف وابتدي ان انا احفاظها عندي في لوكل درايف ده بالنسبة لي توليد الصورة من خلال Vertex AI بيستخدم احد النماذج الخاصة بجميناي فاعتقد انه هو هنا بيستخدم جميناي 2.5 برو على حد علمي وهنا بيستخدم اخر نموذج هبتدي ان انا ارجع مرة ثانية عشان اشوف حاجة تانية وليكن ال Voice ودي بتهم ناس كتير جدا والجميل بانه هو هنا بيدعم لغات كتيرة جدا منها طبعا اللغاء العربية وبيدعم اللغة العربية وهنا انت بتسيب الموضل الموجودة وما فيش غيره بيستخدم حاجة اسمها Shrip 3 HD Voices و Advanced Options هسيب كل حاجة زي ما هي مش حلعة في Sample Rate ولا حاجة هو ممكن بس لو انت عايز السرعة تزود السرعة هتقلل السرعة ممكن تلعب في Speed وتعمل Adjust الجزء المتعلق بال Voice هنا هحط وانا اخترت اللغة العربية هنا Voice لسه بيحمل معرفش ليه Voice دايما لما باجي استخدمه بلاقيه لسه بياض يحمل يعني انا هكتفي بالكتابة text الموجود هنا وبعد كده هبتدي ان انا اعمل Generate علشان نجرب مش هنستنى بقى لحد Voice ما يحمل اللي احنا هنختاره هنا هيظهر لك ايه هنا هيظهر لك الرسالة اللي قدامك دي الرسالة بتقول ان انت من الاخر كده لازم تروح تزور اللينك ده علشان تفعل l-ABI فانا هروح عشان افعل l-ABI بتاع text to speech ودي جزء من الاجزاء برضو اللي الناس بتسألني عليها على قناة كل يوم موقع جديد لو في حد بيتابعني ان ليه مش بيشتغل معايا l-text to speech علشان لازم تفعل enable l-AI الخاص باستخدام هذه الخدمة الحالة دي بتاخد اللينك ده copy وبتبتدي تروح علشان تعمله enable تبتدي ان انت تفعله عادي جدا انت بتفعل l-text to speech ABI عشان تقدر تستخدمها داخل l-media studio الخاصة ب-vertex AI هنا هيبتدي ان هو يفعله وبعد كده هبتدي ولو طلبوا منك مرة تانية انك تفعله برضو بتروح تفعله هنا بيفعله لي my first project مثلا هنا هرجع مرة تانية عشان انا عملت enable l-API my first project زي ما شفته هو خلاص انشأ الصوت مش هيبين قوي علشان للأسف الشديد انا بسجل هنا المشكلة اللي بتواجه انه عرفش اعمل تحميل لها واعتقد ان الموضوع هنا مرتبط ان انت بتستخدمه في مشروع ما بتشتغل عليه فممكن تكون بتستخدم ده في مشروع فالموضوع بالكود وما الى ذلك فهنا مش مفيد قوي ممكن يكون مفيد للديفولوبرز لكن هو مش هيكون مفيد للمستخدم العادي انه هو ينتج voice من vertex c.i وزي ما قلتلك vertex c.i هي منصة اصلا للمطورين يعني ان هما يختبروا بيها النماذج بشكل عام ايا كان النموذج بتاع ايه مش شرط يكون نموذج نصي النقطة لانا حاب ان انا الفض ايضا نظرك لها طبعا لو ظهر عندك export وتقدر تحمل voice ياريت تقول لي في التعليقات تعال نشوف ايه تاني عندنا انا هسيب بقى الميوزيك هخش على طول على الفيديو علشان نشوف ال view 2 model عندك 2 aspect ratio 16 9 9 9 16 زي ما انت شايف وهنا انا ممكن اخلي number of results اتنين خلينا اتنين والفيديو لانس هخلي 8 seconds طبعا كل ده بياخد من الاستهلاك بتاعك فدايما تبقى وياخد بالك من النقطة دي وبعد كده انا هسيب safety allow adults only عشان ما يظهرش اي صور لاطفال مثلا ده safety وهنا هبتزي ان انا حط الامر اللي انا عايزة انشئه وبعد كده هبتدي ان انا ادوس enter علشان نشوف النتيجة ايه انا ايه الشخص حقيقي تعال نبص الفيديو ده الفيديو ده احلى من وجه نظري الفيديو ده احلى من الفيديو ده وحبتدي ان انا في الاخر خالص اروح للتلات نقاط دول عشان اعمل داونلود للفيديو بتاعي هتشوف دلوقتي الفيديو شكله عامل ازاي فول سكرين وتشوف الجودة بتاعته تعال نشوف مثال تاني نفس الشخص اللي قاعد على البحر لو تفتكروا طبعا نخد بالك كل فيديو 8 ثواني 8 ثواني دول الثانية 0.5 دولار يبقى معنى كده انه هو استهلك 4 دولار وده 24 دولار يعني 8 دولار من الثلتمية فاخد بالك كل ده استهلاكك من الثلتمية كريدت زي ما قلتلك هما 300 كريدت استخدمهم في تسعين يوم فاتأكد ان انت استخدمهم من غير الموضوع ما يكون فاتأكد ان انت استخدمهم في خلال التسعين فطبعا الثلتمية كريدت دول الثلتمية دولار كريدس دول في تسعين يوم اتأكد بس انت بتستخدمهم مش بعد تسعين يوم انك خلاص انت اعتقد ان بعد تسعين يوم حيروحوا منك وزي ما قلت لك اعملت شك ان انت حسابك زي ما هو فيش حاجة يعني ايه تم سحبها منه ايدي الفيديو بتاعنا ودي ايضا الفيديو بتاعنا يعني صراحة الذكاء الاصطناعي فاق كل التوقعات هروح تاني مرة تانية افرجك عليه بالفول سكرين هيكون شكله بالمنظر ده ده بالنسبة لفيوتو داخل فيرتكس اي اي تقدر تستخدمه بهذه الطريقة اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة وتعرفتوا ايضا على جوجل الكاود وان في منتجات كتيرة في منتجات اكيد تهم المطورين والمطورين اكيد عارفينها بس انا حبيت ان احنا كمستخدمين عاديين برضو ناخد فكرة عن منتجات جوجل وممكن نستفيد ايه من منتجات جوجل وممكن ازاي نستفيد من منتجات جوجل ولو فيه كريدس مجانية احنا ما ناخدهاش ونستفيد بيها وده اللي انا عملته من خلال اكاونت جوجل كلاود اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فريو زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت ولو كنت بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة اشتركوا في القناة